السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أعراض الحمل المبكرة وتسع علامات تحدث قبل توقف الدورة الشهرية قبل غياب الدورة الشهرية تظهر على المرأة مجموعة من الأعراض تدل على حدوث الحمل قد تكون بعض النساء على عدم دراية به وسوف نستعرض بإذن الله في هذا الفيديو تسعة من أشهر علامات الحمل قبل توقف الدورة الشهرية إليكم أعراض الحمل قبل الدورة 1. ألم السادي تبدأ أعراض الحمل قبل توقف الدورة الشهرية بحدوث التهف السادي يؤدي إلى شعور المرأة بالألم عند ملمسته ويرجع السبب إلى ارتفاع نسبة هرمون البريسترون في الجسم وقد يستمر ألم السادي طوال فترة الحمل أو يختفي أثره بعد مرور الأسابيع القليلة الأولى 2. اسمرار هالة السادي قد تتغير هالة السادي أي المنطقة المحيطة بالسادي إلى اللون الأسود بعد حدوث الحمل بفترة وتتراوح هذه الفترة من سبعة إلى أسبوعين بعد حدوث الحمل 3. الإعياء يعتبر التعب من أعراض الحمل المشهورة خلال الأشهر الأولى ويحدث نتيجة للطرابات الهرمونات والتي يشهدها الجسم في هذا التوقيت بالإضافة أيضا إلى انخفاض الضغط وسكر الدم 4. الغسايان الصباحي في العادة ما يحدث الغسايان الصباحي لدى المرأة ما بين الأسبوعين الرابع والسادس من الحمل ولكن هناك نساء قد يشعرن به قبل ذلك 5. زيادة الإفرازات المهبلية قد تزداد الإفرازات المهبلية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل نظرا لارتفاع نسبة هرمونات الجسم وتضفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المهبل بكميات كبيرة تتميز بقومها اللازج ويميل اللون بمينة الأبيض والأصفر الشاحب 6. النزيف المهبالي قد تعاني المرأة من نزيف خفيف قبل سبع أيام من موعد الدورة الشهرية ويرجع السبب إلى انغراس البويضة المخصبة في الرحل ويتوقف غالبا بعد يوم إلى ثلاثة أيام كحد أقصى هذا النزيف المهبالي يطلق عليه أيضا اسم نزيف انغراس البويضة والفرق بينه بين الدورة الشهرية أن هذا النزيف يكون عبارة عن تنقذ خفيف ويقل تدريجيا ولا يزداد مثل دم الدورة الشهرية 7. قصرة التبول بعد حدوث الحمل بإسبوعين تزداد كمية الدماء الموجودة في الجسم ومع تضفقها بكميات كبيرة إلى الأعضاء الحيوية تبدأ الكلة في معالجة السوائل بشكل أكبر منذ قبل مما يؤدي إلى كسرة التبول 8. ارتفاع حرارة الجسم قد يكون ارتفاع درجة حرارة الجسم القاعدية أي أثناء الراحة أو عند الاستقاظ من النوم لمدة 18 يوم بعد عملية الإبادة من أعراض الحمل المبكرة 9. الانتفاخ الاترابات الهرمونية التي تحدث للجسم أثناء الحمل قد تؤثر سلبا على صحة الجهاز الهضمي 10. استؤدي إلى إبطاء حركة الأمعاء مما يتسبب في المعاناة من الإمساك أو الانتفاخ 11. وننتقل الآن إلى جزئية جديدة 12. ما هي أعراض الحمل قبل الدورة بيومين 13. تعتاري النساء الكثير من العلامات والأعراض قبل موعد الدورة الشهرية 14. غالبا ما يكون معظمها عاملا مشتركا بين علامات الحيد وعلامات الحمل 14. لذا ينصح الأطباء دائما بالانتظار لمدة أسبوع 15. بعد تأخر الدورة الشهرية مع إجراء اختبارات البول والدم 16. قبل الجسم بوجود الحمل 16. ونذكر فيما يلي أوضح أعراض الحمل قبل الدورة بيومين 17. أولا وجود آلام قوية في الحوض 18. وايضا في الظهر وهو ما يتشابه بقوة مع أعراض الحيد 19. ثانيا قصرة التبول والشعور المستمر بالرغبة في التبول 20. تختبر المرأة هذا العرض قبل الدورة وهو من أعراض الحمل قبل الدورة بيوم أو يومين 21. ثالثا ألم مختلف وواضح أسفل البطن في الرحم 22. مع الشعور بالتمدد خاصة في أول حمل 22. أي أنه من أعراض الحمل قبل الدورة بيومين للبكر 23. غالبا لا يتكرر هذا الألم في الحمل القادم حيث يكون الرحم قد تمدد بالفعل 24. رابعا مشاهدة بعض من النقاط الدموية النتيجة عن انغراس البويضة المخصبة في بطنة الرحم 25. وهو من أشهر أعراض الحمل قبل الدورة 25. خامسا تغيرات في السادي 26. حيث يميل اللون إلى الدكانة وتكبر في الحجم قليلا 27. وهذا من أعراض الحمل قبل الدورة بيومين 27. وفي الغالب ليس من أعراض الحيط 28. وأيضا من الأعراض كبر وانتفاخ حجم الساديين والشعور بالامتلاء 29. وأيضا ملاحظة واغز وألم بالساديين مشابه للألم الذي يكون أثناء الحيط 30. ولكن أقوى قليلا 31. وأخيرا الإرهاق والتعب المفرط دون أسباب معينة 32. وننتقل الآن إلى الجزئية الأخيرة في هذا الفيديو 33. ما هي أعراض الحمل قبل الدورة بيوم؟ 34. لا تختلف أعراض الحمل قبل الدورة بيوم كثيرا عن قبل الدورة بيومين 34. لكن مع تضاعف الهرمون الخاص بالحمل بصفة يومية في بداية الحمل نجد أن الأعراض تزداد وضوحا وقوة 35. ومن تلك الأعراض ما يلي؟ 36. أولا تغير الشهية 37. تغير الشهية نحو الأطعام غير المعتادة والغريبة 37. ثانيا فارط الشهية 38. فارط الشهية وتحسنها والإقبال على تناول كميات كبيرة من الطعام 39. وذلك بسبب الطراب الهرمونات نتيجة للحمل 40. مع بطء حركة الأمعاء وعملية الهضم 41. ثالثا ارتفاع واضح في درجة حرارة السيدة أو الإحساس بالهبات الحرارية حتى مع برودة الطقس 42. رابعا ظهور انتفاخات وامتلاء شديد في السادي الذي يستمر طوال فترة الحمل 43. وهو ناتج عن تجدر الغدد اللبنية في السادي لإنتاج الحليب لرضاعة المولود 44. تقلب عنيف في المزاج 45. أرجح ما بين العصبية والإضطراب 46. ثم الانتقال إلى الهدوء والسعادة 47. ثم القلق والخوف 48. واخيرا ظهور حب الشباب 48. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تقني أبدا عن زيارة الطبيب 49. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو 49. في نهاية الفيديو لو عجبكم 50. ياريت دعونا بلايك وكممنت 50. واتشاركوا في فيديو مع أصدقائكم 50. واتشاركوا معنا في القناة 50. وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم 50. قناة الصحة والمطبخ 50. قناة الصحة والمطبخ